أنا في طريقي إلى المنزل يا ياسين سأعاود لاتصال بك فور وصولي ما هذا الصوت؟ على ما تبحث أنا هنا خلفك من أنا؟ أنا الشارع الذي قذفتني بعلبة العصير الفارغة الشارع؟ لماذا تضربني؟ هل أذيتك في شيء؟ إني أتحمل سيرك علي كل يوم أكثر من مرة لم أضربك أنا ألقيت لعلبة الفارغة أصابت عيني وسببت لها هذا الورب علبة وعصير تفعل كل ذلك وهل هي علبة واحدة؟ إني أتلقى مئات الضربات في عيني وجسمي كل من أطفال مثلك في الذهاب والإياب عفوا لم أكن أعلم أن الشارع يتعلم ولماذا لا أتعلم؟ أليس لي قلب ومشاعر؟ حولتموني من طريق تسيرون عليها إلى سلة مهملات كبيرة ما هذه المياه الغزيرة؟ إنها دموعي التي فاضت من عينيي رغما عني لا أحد يشعر بي والكل يعاملني بقسوة سأرحل من هنا وستخرج غدا فلن تجدني ولن تستطيع الذهاب إلى النادي أو المدرسة لا 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 سيرحل الشارع يا أمي سنخرج من البيت فلن نجد طريقا نمشي عليه ما هذا الذي تقوله يا عمر؟ أقول لك ما قاله الشارع نفسه يا حبيبي إنها خيالات في ذهنك ليست خيالات لقد رأيته بنفسي أصابته علبة العصير وتورمت عينه عمر هل للشارع عين؟ نعم لها وجه كامل انظري ها هو الشارع قد أتى خلفي لينتقم مني يا حبيبي الشارع ممتد من النادي وحتى المنزل أغلق الأبواب جيدا لا تسمح له بالدخول إلى المنزل شادي هل ما زلت تحتفظ برغم الطبيب النفساني الذي عالجك العام الماضي؟ نعم يا شادي عندما كنت تتصور أن عداد القهرباء يشتكي إليك من ترك الأنوار مفتوحة لماذا تذكرت ذلك الآن؟ لقد شفيته والحمد لله عمر يا شادي يتخيل أن الشارع يتكلم ويتألم من الأشياء التي نلقيها فيه الشارع يتكلم ويتألم ما هذا الصوت؟ صوت الشارع الذي قذفته بعلبة البطاطس الشارع؟ لماذا لم تنتظر حتى تلقي العلبة في سلة المهملات؟ لا 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 ها هو الشارع بشكله العادي يبدو أنها كانت خيالات فعلا كما قالت أمي أمي عمر الإمام البخري؟ ماذا أصابك يا عمر؟ أرى الشارع يتألم ويتكلم ضميرك هو الذي يتألم بسبب ما فعلته في الشارع ها؟ وماذا فعلت؟ ألقيت فيه المهملات أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أن نرفع الأذى عن الطريق لا أن نضع الأذى بأيدينا نرفع الأذى؟ فماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيضا أعطو الطريق حقه قل لي إذن ماذا أفعل الآن؟ تصحح خطأك وتسرع لتعتذر إلى الشارع وترفع عنه اليوم ما ألقيته فيه بالأمس ما كل هذا؟ ألم تلقي كل هذا بالأمس؟ أبدا كانت علبة عصير واحدة انتظر حتى أجدها ماذا تفعل؟ أبحث عنها حتى أخذها وألقيها في سلة المهملات وتترك بقية القمامة؟ نعم فقد ألقاها غيري ألا تطمع في أخذ ثواب رفع الأذى عن الطريق؟ أطمع طبعا إذن هيا لنرفعها معا الإمام البخاري يرفع القمامة عن الطريق؟ يا عمر من تواضع لله رفعه؟ قل لي إذن هل وضعت زوجتك مولودكما قبل أن تغادر مصر؟ نعم وقد سعدت به كثيرا يا عمر مبارك ما جاءك يا أبا أحمد جاء في ليلة السابع والعشرين من رمضان وأظنها ليلة القدر بإذن الله فأل حسن يا حبيبي يقول الشيخ سعيد بن أبي مريم إن أحمد يشبهني كثيرا أتمنى أن يشبهك أيضا في خلقك وعلمك آه هل تريدينه عالما مثلي في المستقبل؟ نعم ستعلمه القرآن والسنة النبوية منذ نعومة أطفاره حقا يا أحمد؟ وهل ستساعدني في إتنام كتابي الجامع الصحيح؟ عندما يكبر أحمد ستكون قد انتهيت من تأليف الكتاب إن شاء الله آه وسأحكي له كم بذلت فيه من وقت وجهد حتى أتمه ويستفيد الناس منه ومتى سنغادر مصر؟ بعد العيد بإذن الله أصر الشيخ سعيد بن أبي مريم أن ألقي خطبة العيد بنفسي في ساحة مسجد عمر بن العاص الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الإخوة المؤمنون أظلنا يوم كريم يوم عيد الفطر العظيم يوم الجائزة فهكذا سنة الإسلام يأتي عيد الفطر مكافأة لنا بعد الصيام ويأتي عيد الأطحى مكافأة لنا بعد الحج ويوم عرفة إنهما عيدان مباركان في الإسلام نفرح فيهما باللهو المباح نزور أقرباءنا ونحرص على صلة الأرحام ونفرح معنا الفقراء والمساكين والأيتام نعود المرضى ونطعم الجوعة ونحرص على أن يكون العيد عيدا لكل أمة الإسلام فالفرحة الحقيقية هي التي نقتصمها معا ونشعر بها سويا فلا فرحة وأخي حزين ولا شبع وجاري جوعان والله يا شيخنا لن ننسى هذا العيد الذي شرفتنا فيه وأنا أيضا لن أنسى هذه الأيام الجميلة التي قضيتها معكم في مصر من أول يوم في رمضان وحتى آخر يوم في عيد الفطر وكيف تنساها وقد رزقت فيها بابنك أحمد سأذكره دائما بأن مولده كان بمصر وسيحبها مثل ما أحببتها وأحببت أهلها المهم أن لا تتركنا وفي نفسك شيء مني كيف لي أن أحمل شيئا في نفسي للشيخ النسائي على علو قدره ربما أغضبني أنك لم تأخذ بكل ما قدمتك